خطوة بخطوة مركز في ريف حلب لتركيب الأطراف الصناعية يستقبل المركز حالات البتر حسب إمكانياته بإشراف خمسة أعضاء عانوا أيضا من حالات البتر رح نشوف هذا التقرير وبعده نرجع للنقاش خطوة بخطوة واحدة من حديد وأخرى من إرادة خطوة تمكن مصاب حرب من معاودة الماشي وتعيد الحياة إلى طرف سلبته الحرب منه صوابتي هي محصار حلب بطيران المروحي وجينا إلى هنا يعني عمما طلعنا من حلب وجينا إلى هنا عانيت شوي يعني عمما لأيت مركز أطراف ركبنا أول طرف ببام الهوى ما صبت معي ركبنا طاني طرف المالي peng境 ما صبت معي إذا لو هنا المركز الأطراف الصناعي في المدينة الأتورب وإن شاء الله أن اركب هنا طرف المدينة الأتورب وإن شاء الله تعالى يعني ما بنعاني� عملا بإذن الله ما بنعاني الأطراف الأتورب بإذن الله ولكن يبقى مبتورو الأطراف جراء قصف طيران الأسد لبلداتهم بين الأملي والنسيان في ريف حلب وفي ظل شح العناية الطبية والتهنيش قام مجموعة من المصابين بتأسيس مركز خطوة بخطوة لزراعة الأطراف الصناعية الحمد لله اليوم تم افتتاح المشروع تم افتتاح المركز الأطراف وكان فيه إقبال كتير كبير استقبلنا عدد كبير من البحاجة لأطراف اليوم إن شاء الله نسعى أنه يتطور المشروع الأكثر من هيك ويوصل إلى درجات أحسن نحن هلأ مبدئيا مشروعنا تقريبا بالشهر راح نقدر نخدم 15 طرف صناعي خطوة خطاها الطفل محمد وغيره من المصابين ليزرعوا أطرافا قد بترتها طائرات الأسد عندي ابني محمد صواب بطيران الحربي يصير المصابين يعني أربع سنوات طبعا وقالوا هنا هون في مركز أطراف يعني مرتب مشان يجي نركب له طرف ركبت له من فترة طرف وما زبط يعني خرب الطرف وعلى قالوا هنا الله يسر قالوا هنا أطراف كويسي من نعمل له طرف إن شاء الله ويعني بالمنطقة معنا يعني مراكز طبعا فقا هنا يعني المشوار بيوصل بنا شيء ساعتين نصلا حتى نوصل لهون مع إشراقات أمل من هنا وآخر من هناك يبقى السوريون بانتظار حل يعيد حقوقهم ويداوي جراحهم هلا معنا عبر الهاتف ودير مركز خطوة بخطوة حسن جلول سيد مساك أستاذ حسن أهلا وسهلا بكي بداية إلى أي مدى كانت تجربتك الشخصية هي الدافع وراء فكرة إنشاء هذا المركز يعطيكم العافية يجب أن نشكر بداية قناة السورية على تسليط الضوء على مركز خطوة بخطوة أول شيء الإصابة التي تعرفت لها منذ ما يقارب خمس سنوات أدت إلى بترة طلوحين السفليين المعاناة التي عانيتها أنا خلال فترة الإصابة والمشاكل التي واجهتني في متابعة شؤوني في الحياة هو السبب الأكبر الذي دفعني إليه لمجموعة من النصابين للتفكير بمثل هذا العمل كانت خطوة موفقة ونوعية في تحقيق معنات الكثير من الأشخاص يجب أن تعرضوا في أفضل الأطراف نعم تحارب دائرة في سوريا نسمعت أستاذ حسن ولكن الصوت شوي تقطع هلأ بتقدر تكمل حديثك طبعا أنا يعني صار إصارتي خمس سنين صار له تميت ثلاث سنين ونص حتى أقدر تركب طرف بسبب قلة المراكز ووضع الحرب في سوريا ومن هاي المشاكل نعم خلينا نحكي عن عدد المستفيدين من خدمات هذا المركز إذا فيه كمان فئات عمرية بيكون منيح إذا تقدر تساعدنا بإحصائية هذه الأرقام تمام المركز مبدئيا عم يقدم منطقة ريف حلب الغربي بالكامل بالإضافة إلى إزاء من ريف أدلب الشمالي إذا ما تحدثنا عن الأعداد بدقة فإن المركز ما يقدم تقريبا 10% من البحاجة لأطراف يعني نحن عم نقدم 15 شخص شهريا 15 شخص شهريا فهذا الشيء بالنسبة يعني عدد قليل جدا جدا إلى كمية الإصابات الموجودة طيب استهدف نحن حاولنا ببداية المشروع نستهدف ركزا للضوء أول الشيء على مدون 16 سنة الأطفال يعني هاي بتكون معاناتهم أكبر شيء ما عندهم صبر فحاولنا نركز أول شيء مشروعنا على الأطفال واستهدفنا فئات عمرية أخرى كمان طيب شو هي المشاكل اللي عم بتواجهكم هل هناك منظمات يعني تدعم هذا المركز يعني طبعا نحن بحالة شبه عجز عن تخديم كامل الاحتجاد في المنطقة كون الأعداد في تزايد والأطراف بحاجة إلى متابعة بشكل دائم وصياني تقريبا كل ثلاثة شهر أرى بحاجة طرف يعني إلى إعادة صيانة وإعادة ترتيب وقد يحتاج إلى إعادة تبديل لكامل الطرف نعم وتاني الشيء عادا توفر الدعم المادي اللازم من المركز من دعم الكادر طبعا كادر بيشتغل تطوعي وكمية الأطراف القليلة هل هناك جهة معينة أستاذ حسن تدعمكم؟ طبعا نحن مشروعنا لاقة قبول من شبكة الإغاثة الأوروبية في بلديكا وهي اللي قدمت الأدوات وقدمت المواد اللازمة الله يزيهم خير نتمنى لكم التوفي ونتمنى فعلا مشاريع تستمر دائما وتساعد كل مصابي الحرب شكرا كتير لك رح نروح لفاصل قصير وبعد ما نتابع